اشتركوا في القناة جلسات وعلى الرغم من وقوف الجميع معي ولم اتحسن ابدا من الاكتئاب لم اتحسن ابدا الاكتئاب يتحول الى وسواس ورهاب والخوف من كل شيء ونوبات هلع استمر المرض النفسي سنة كاملة سنة كاملة وهي بتعاني من مرض اثار بعد الولادة اكتئاب بعد الولادة وبتقول وقتها تأكدت اني سأظل مريضة سأظل مريضة نفسيا وسأخسر بيتي وطفلتي فجأة نصحاني شيخ بان اقرأ سورة البقرة وكان البداية في البداية حقيقة كانت صعبة لكن بعدها تعودت عليها والاجمل قيام الليل بتقول عندما تكون قريب من الله والله يا اخواتي القرب من الله والالحاح بالدعاء والصلاة على النبي وقرآن القرآن وصورة البقرة انها متعة قد مرت سنة وشفيت والحمد لله وعدت الى طبيعتي وحياتي بعد معاناة سنة كاملة كنت على قرب من اخسر بحياتي وبيتي كانت قريبة جدا من انت اخسر بيتها لولا نصيحة الشيخ لها انت تاخر اسورة البقرة فبالفعل يا اخوانا القرب من الله هيغير حياتك كلها وده مش كلام والله ده بالفعل ده حقيقة كل ما هتقرب من ربنا كل ما ربنا هيقربك منه وحيرقيك وحياتك هتتغير بشكل او باخر للاحسن بطرق قد تكون انت شايفها مستحيلة بطرق قد ما تكونش حتى فكرت انها ممكن تحصل لك بس ربنا هيحط لك الطريق لان انت قريب منه انت قريب منه كل ما كنت قريب من الله ربنا هيديك كل كل متعة الدنيا وكل خيرها وكمان نعيم الاخرة هديك الاثنين طيب معانا القصة التانية عشان ما طولش على الحبايبنا اللي معانا متابعيننا في ناس ما بعداش عندها في ناس ما حبش يعني تسمع كتير ما عنداش طبر تسمع الفيديو طويل بنقول الاخت هنا اسمها زهية زهية اختنا زهية بتقول قبل الشروع في حفظ صورة البقرة كنتوا اعاني من المس والكوابيس ذهبت للرقا فاستعصر عليها الأمر وزدت سوءا فابتعدت عن الرقا واستسلمت للأمر حتى فتح الله عليها بصورة البقرة وفي البداية حفظني حفظي فببداية حفظي لها رأيت في المنام يعني اول ما ابتدت انها تحفظ صورة البقرة ابتدت تشوف منام رأيت في المنام ان شخص نائم بينها وبيني وبين زوجي حد نايم في النص ما بينها وما بين زوجها وكان يعض فيه من رأسه بقوة كان بيعض في رأس زوجها بقوة وانا احاول ابعيده عنه بحاول ان انا ابعد الشخص اللي بيني ما بين زوجي ده ابعده عنه وبعدين بقى استيقظ وعلمت انها بداية حرب للشيطان كل مرة كنت بتحلم من الحالة ده وبعدين بتستيقظ ففهمت ان ده بداية حرب على الشيطان او المس العاشق حفظت الصورة كلها حفظت الصورة البقرة كاملة ما شاء الله ربنا يبرك لها حقيقة كانت معاناة ومن ومن سنتين الحمد لله انتهى الكابوس تماما وانام للصبح بدون اي كوابيس واختفى المس العاشق كما انني وجدت فيها كل الخير رغم ظروفي الصعبة وجدت فيها الرزق والبركة والاطمئنان والهدوء في البيت كسبت حب الناس لي والاحترام والكثير من الخيرات فالحمد لله على الحمد لله يعني الحمد لله على الذي لله للذي من مش ايه مش كتبهة مزبوطة من على يحفظها فالحمد لله الذي من على يحفظها يعني هي تقصد تقول الحمد لله يعني لو قدرت انك تحفظها هيبقى خير مباركة من ربنا ونرجع تاني حبيبنا نقول ان احنا لازم نجتهد وما نعتمدش على دعاء العخرين ما نجيش على الفيسبوك ولا على الصفحات التي تواصلت ما نجيش يا جماعة دقولي يا جماعة دقولي لا دعوتك انت اهم دعوتنا احنا ممكن تكون مش مستجبة وما فيش حاجة اسمها انت اقرب الى الله مني لا انت كمان اكتهد ربنا انت كمان قرب من ربنا لان احتمال كبير ربنا يحطك في المشكلة دي عشان عايز يرقيك ربنا مش حطك عشان يعذبك ربنا حطك في المشكلة دي عشان ترجع له لانه بيحبك وعارف ان انت انسان كويس بس لازم تتحط في مشكلة عشان ترجع له لو ما تحطتش في المشكلة دي ممكن ما ترجع لش ربنا ابدا وتفضل عايش في ملازات الحياة وبعيد عن ربنا تماما وانا اتحدى اي حد ان هو مثلا كان عايش في فراغد ولجأ لسورة البقرة معظم الناس واولهم كنت انا معظم الناس بيكون عندها مشكلة حقيقة وبيقعد يدور اخرج بالمشكلة ازاي اعمل ايه عشان اخرج بالمشكلة دي وبتكون النتيجة حد بينصحك او تسمع في فيديو هنا او تسمع نصيحة من هنا انك تتوجه لصلاة قيام الليل تتوجه لصلاة الفج تتوجه للاستغفار رهيب يقدر يغير حياتك بالكامل مع الاقتناع التام انك عايز تتغير للاحسن لانك لو ما كنتش عندك ده ولو شايف ان الحياة صعبة ولو شايف ان ربنا بيعذبك ولو شايف ان ما فيش امل يبقى ما فيش فايدة لو قريتوا المصحف مليون مرة الفكرة كلها في القناعة غير قناعتك تتغير حياتك اؤمن بالله اكتر اؤمن بقدرات الله اؤمن بان الله الواسع هو اللي هيديلك هو اللي هيحبك هو اللي هيخاف عليك عشان كده لازم ترجع له دعايي انا ليك مش هيفيدك كتير لكن دعائك انت لنفسك قبل صلاة الفجر بنص ساعة او بساعة هو ده اللي هيغير حياتك صدقني صدقوني يا جماعة والله من خلال تجربة شخصية من خلال تجربة ناس كتير كتير قوي عندنا في الصفحة الدعاء بيغير والاستغفار بيغير وسورة البقرة بيغير وسلامنا اخط التلاتة دول مع بعض حياتك ان شاء الله بإذن الله هتتغير للأحسن وللأفضل بس كونوا مستمرين ما تيقسوش ما تسلموش نفسكم للشيطان ولقس كونوا مستمرين وبإذن الله هتوصلوا مفيش بنا قادم عنده رغبة قوية في شيء وبيحاول وبيسع وبيجه وبيكتهد وبيسأل ربنا ان يدهاله وربنا بيفشله ربنا بيقف معاك ربنا بينجحك لو انت عايز تنجح لو انت عايز تنجح فهي دي كانت الحاجات اللي كانت معي النهاردة كنت حبيت ان انا اشارككم بيها وان شاء الله رب تغير حياة ناس يمكن القصة دي في يوم من الأيام تغير حياة ناس بالفعل وناس املهمة لحد وتشجعوا ان هو يبدأ وتشجعوا انه يغير حياته وانا دايما في انتظار قصصكم الإيجابية ودايما برحب بأسئلتكم معايا يا جماعة الخير ومرحبا بكم وشكرا لدعموكم لينا وللقناة واشوفكم على خير اختكم بالاسلام رانيا الجندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته